داخلهم السنوي بيعدل 50 مليون وبياخدوا في الساعة 30 ألف جنيه أو أكتر عندهم فلال ودهب وعربيات فخمة سروت مطربين المهرجانات بالملايين مش هتسدوا الأرقام اللي بياخدوها من الفلال والدهب وعربيات فخمة وفي البنوك بعد الشهرة والنجاح تحولوا لمطربين من شباب غلبانة بتشتغل مهن بسيطة لرجال أعمال وأصحاب ملايين في البنوك وعايشين في عز وبياخدوا ألافات في الحفلة الوحدة وصروتهم ملهاش عدد وده اللي بسببها استفزوا جمهورهم على السوشي الميديا بعربياتهم وفلال بتاعتهم وكمان الشريهات الخاصة بهم موجودة بأرقى المناطق في الساحل الشمالي عصام صاصة من أشهر مطربين المهرجانات حاليا وبسموه جمهوره الكروان بسبب شعبيته الكبيرة وحب الجمهور لصوته أي أغنية بينزلها عصام صاصة على اليوتيوب بتتخطى عدد الملايين من المشاهدات ده غير الحفلات والأفراحة اللي بيغني فيها بياخد فيه الساعة الوحدة من 15 ل 20 ألف جنيه تحول من سواء تكتك بسيط لواحد من أشهر مطربي المهرجانات وعنده صروة كبيرة ده غير شغل مراته والفلوس اللي بتكسبها من السوشيال ميديا صروة ممكن وصلت لي 30 مليون جنيه أو أكتر أما بقى عن مطرب المهرجانات حمو بيكا من المطربين المعروفة عنهم بصرواته الكبيرة تحول من شاب بسيط واقف في محل جزارة لفنان صاحب أملاك عنده عربيات فخمة غير الدهب الكتير اللي بتظهر في مروته غير أنه هو بيظهر وهو لابس الدهب من خواتمه سعاد وكمان الأغاني المهرجانات اللي بينشرها على اليوتيوب بتحقق أرباح كبيرة منها خاصة إنها بتحقق مشاهدات كتير ممكن توصل صروته إلى 42 ألف جنيه وأكتر كمان أرباح السنوية ممكن توصل إلى 8 مليون ممكن صروة كلية كلها وصلت لـ 50 مليون أما بقى عن عمر كمال بقى معاه صروة كبيرة جدا بسبب أغاني المهرجانات بالرغم إنه حياته كانت صعبة ماديا كان شغال في البداية عام البنزينة لكن فضل يحاول وقدر يوصل وبيحقق مشاهدات كتيرة من الأغاني اللي بينشرها على اليوتيوب والأفراح اللي بيغني فيها لكن هو عكس بيكا ما بيحبش يصرف كتير خالص ولا تجوز لحد دلوقتي فبمرة قاله بيكا في فيديو ظهره مع بعض الفلوس بتاعك بتروح فين يا عمر قال له انت بتلعب بـ 30 مليون رد عليه عمر وقال له في إيه يا بيكا احنا بقلنا سنتين أو ثلاثة نجومية ما عملناش حاجة علشان كده الجمهور قاله صروة عمر كمال يمكن تكون وصلت ليه 30 مليون أو أكتر أما عن حسن شاكوش فهو كان من مدربين المهرجانات أصحاب الثروات الضخمة ففرحوا على ريم طارق تكلف أكتر من 30 مليون ده غير الفلل والشليهات والعربيات الفخمة اللي بيركبها فشاكوش يعتبر أغنى واحد فيهم لأن أغاني بتكون أنجح وبيعمل أغاني أكتر منهم وصروة الغاية دلوقت بتوصل لغاية 80 مليون جنيه ويمكن أكتر فطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش أن أنتو تحطونا اللايك ولو حابين أن احنا ننزل معلومات أكتر عنهم ممكن تكتبونا في التعليقات ترجمة نانسي قنقر